يا أخي مش ممكن حسستيني أنا عندي 17 سنة 18 سنة والكونسرت بتاع تنادي بزيلة زمان وحاجة عظمة حاجة انتو بصو انت عملتولي مشكلة دلوقت خلاص والله يبقى انو 30 سنة الورى فجأة يعني ده مما لا شك في كل الناس هتسمرينه كلام والتقطيع بتاعت الاغناء الجديد علي تحفة 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 انت بتفكر في الحاجات دي ازاي عدوي لازم ما لو ما عملتش كده مش هواكب بقى مش هخاطب الجيل اللي جاي الصغير ده قصة دي غنوة كل الاجياء اللي هتسمعها يعني ايه انا النهاردة عندي 47 وشوية المزيكة دي حسيت ان انا رجعت 30 سنة الورى ايه طبعا وفي نفس الوقت ده معناه انو جيلي هيسمعها ويتذكر زمان والعيال الزغيرين اللي قد دولادي هيسمعوها هيبقوا مبسوطين وهسعدة ايه طبعا وهنسمعها احنا الاتنين مع بعض فمش هيبقى في حادة انفصال انتعرف يعني ايه بتقعد عيلة كلها تسمع تسمع لون ايه ايه تقصيعة اللحن جديدة ولا لازم لازم يا يوسف ان خطب الاجياء الصغيرة دي عشان الخطر لازم والكلام مكتوب عليه الايمان يعرفه محمد عدوية ولازم ايه طبعا والكلام مكتوب عليه الايمان يعني ايه مش اي كلام وكنافسي مش بنوزن كلمتين ايه 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 كالتمزم السلطانين مبسوطين وهما بنعب المazzيكة ايه هم فعلا قولولي كده اول ما اسمعوه عجبتهم نفس هو اللي انت بتقولو اه عجبتهم جدا هو لا..العنيات اصلاها كمان شدتني اول ما سمعتها كأن ايه اللي شدك فيها المازيكا ولا الكلام ايه اللي شدك الاول كلامه اللحن والمازيكا كلهم صراحة يعني بسang Urban بسللي شدني اللحن اللحن فيه راب غنائي اه الراب اللي فيه غنائي يعني انت بتلاقي نفسك جديدة انت بتحب الراب مش يعني انا قول مرة غني السكة دي ماشي غنيت مرة واحدة مع عاسيلي بتقدر تتير طبعا والغناء دي اه ممكن نسمعها كمان شوي حلو ناخد نفسنا بس كده شوي بس الاغناء دي قولنا سمعتها حسيت انها فيها مختلفة خالص وبتاعة الزمن اللي احنا فيه مهى لازم لها طبعا فيه منك وحتى بقية انك انت زكرة تقدر تطير الأغنية دي برده كانت حلوة جدا ومختلفة مهى وفيها كم حماس وبهجة وتفاعل وروح روح كده وهناها حلوة حلوة يعني طبعا فيها فيها تفاعل جدا بعد اللي فيها تفاعل دي بتفرم مع الناس الناس محتاجة كده محتاجة مبسط وحتاجة ديها باور. يعني. بل لي بيقولوا علينا ان احنا بنحب الاغاني الحزينة? لأ بالعكس. بيقولوا علينا احنا مينة? احنا الصوارى. مين بيقول علينا كده? انا عارف يقولك اصلا مش عقد يحب الاغاني الحزينة. واغاني القلب المكسور. احنا مينة اوزك انا الجيل بتاعنا وانت? لا يعني. احنا بحبش لغاني الحزينة ولا حيك. لا بالعكس. نحب نحب السلطانة. الحاجات اللي فيها دسامة مزيكة. انت زي كده بتحب.. طلع عمرك من زمان انت بتحب الحتة دي اللي فيها الروك وفيها الجترات فيها الشرق كتير مع.. مع الحاجات دي انت تعرفت على احمد شكري اللي كتبلك استضعفوني ده ازاي؟ احمد شكري؟ من خلال ياسر حسنين ياسر اللي عرفني بي أروبة ياسر؟ أروبة برضه اه قوي اه وياسر سمعني وقداني الموندي الموزع اوكي الموندي بقى شطر جدا برضو اه وعمل لي حاجة تانية اسمعها لك برضو شكري يلا موندي 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 ماشي وقت ما تبقى عايز تسمعنا سمعنا يلا موندي اسمعها لك انا من ايدك دي ايدك دي انا قاعد مبسوط وانا سخنة كده ممكن نبين دلوقتي قاعد معي واحد صاحبي طبعا مش مستضيف نجم كبير واحد صاحبي بحبه وبحب اللي بيعمله وده بأمانة حبيبي يا جواب والله يبجد عارف والله يا حبيبي